سؤال مهم سأسأله نيابة عنكم وأجيب عليه كيف نعرف المرجئ؟ عودوا إلى برامجي عودوا إلى برامجي واطلعوا على تفاصيلها وادرسوا مجموعة حلقات أعرف إمامك حينئذ تستطيعون أن تعرفوا المرجئ بحسب ما يريد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لكنني سأجيبكم بالإجمال المرجئي أول ملمح من ملامح شخصيته إما أن يكون عديم البراءة من أعداء محمد وآل محمد أو أن يكون ضعيفها وربما فيما بينه وبين نفسه يكون عديم البراءة لكنه يتظاهر بشيء ضعيف من البراءة ضعف البراءة هذه علامة واضحة إذا ما جمعت مع علامات أخرى تشير إلى مرجئية هذا الشخص هذا أولا ثانيا الموقف الذي يجعله ميالا محبا بشكل واضح لغير أشياع أهل البيت في الوقت الذي يتنفر من أشياع أهل البيت الذين يعرف عنهم شدة الولاء وشدة البراءة هذه الحالات بمجموعها تحدثنا عن براءته المعدومة أو الضعيفة علامة أخرى علامة ثالثة ملمح ثالث مشكلة عنده مع الشهادة الثالثة قطعا هو يعتقد من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي يعتقد من أن ذلك يبطل الصلاة قطعا هذه عقيدته أنا لا أتحدث عن هذا لكن عنده مشكلة في ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ويحاول أن يضعف ذكرها بطريقة وبأخرى من الأخير عنده دودة من الأخير عنده دودة دودة وتنبش إنها دودة المرجعية المرجعية علامة علامة أخرى عنده مشكلة مع ظلامة فاطمة يحاول بطريقة وأخرى أن يبرئ قتلتها من جريمة القتل أن يضعف الموضوع بطريقة وأخرى إما أن ينكره أصلا إذا كان هناك من مجال لذلك وإما أن يصوره بتصوير ضعيف بطريقة شيطانية خبيثة قذرة ويحاول بطريقة وأخرى أن يقلل من شأن فاطمة لا بشكل ظاهري واضح وإنما بأسلوب شيطاني خبيث هذا أنا لاحظته عند أكثر مراجع الشيعة في كتبهم في دروسهم في أحاديثهم منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا تتفقون معي تختلفون معي تجدون ترقيعا تصنعون لهم توجيها تخلقون لهم أعذارا ذلك أمر راجع إليكم بالنسبة لي أنا لا أفعل كل ذلك الميت ميتي وأعرف كلب ابن كلب علامة أخرى عنده مشكلة مع الشعائر الحسينية يظلون مثل ذي لتشلب وي الشعائر الحسينية صحيح في الشعائر الحسينية هناك الكثير من العيوب لكنها على عيوبها هي أفضل ما عندنا في الواقع الشيعي القذر الذي قذره ونجسه مراجع النجف مراجع حوزة الطوس فأفضل ما عندنا في الواقع الشيعي رغم عيوبها رغم ما فيها من الهزال والتخلف والضعف هي أفضل ما عندنا في الواقع الشيعي إذا بقي الأمر على إسحاق الفياض الأعلى وأمثاله ماذا أقول لكم فإنهم لن يتركوا مكانا إلا ويخرون فيه أتحدث عن المراجع العظام دامت ظلالهم الوارفة على رؤوسنا على رؤوس الأنام مشكلة أخرى تتضح عند المرجع تشكيكه بأحاديث أهل البيت تشكيكه بالزيارات والأدعية تشكيكه بمقامات العترة الغيبية مشكلة أخرى عنده أيضا جهله بشؤون إمام زماننا تشكيكه بكثير من الحوادث التي تقع زمان الغيبة في الماضي في الحاضر من لقاءات للإمام ببعض شيعته وهناك من القرائن الواضحة الدالة على صدق أولئك الشيعة لا أتحدث عن المدعين والكذابين من أمثال هذه المجموعات اليمانية القحطانية المولوية إلى غيرها لا أتحدث عن هذه المجموعات تتفقون معي تختلفون معي هذا أمر راجع إليكم أنا مسؤول عن عقيدتي أنتم مسؤولون عن عقيدتكم أيضا مشكلة واضحة جدا عند المرجع فيما يرتبط باللعن القولي باللعن في دعاء صنمي قريش باللعن في زيارة عاشوراء وغير ذلك هو جزء من البراءة لكن لكن لأن المرجعة يركزون على هذه النقطة كثيرا لذا أفردتها هناك قائمة طويلة من علائم المرجع يمكنكم أن تطبقوها على مراجع حوزة الطوسي على أصحاب العمائم من أولادهم من وكلائهم وهناك أمران عند المرجعة تفضيلهم القرآن على الإمام المعصوم يقولون من أن القرآن أفضل وأشرف من الإمام المعصوم تفضيلهم الأنبياء من أولي العزم أو حتى من غير أولي العزم على أئمتنا قائمة طويلة من ملامح الشخصية الدينية الاعتقادية للمرجع للبتري وجدتم هذه العلائمة كلها وجدتم بعضها فهذا مرجئي بتري هؤلاء هم المرجئة هؤلاء هم البترية هؤلاء هم المقصرة الذين يقول عنهم إمامنا الصادق إنهم أعداؤنا إنهم أعداء العترة لا أتحدث عن عوام الشيعة عوام الشيعة قد يكونون هكذا لكن ليس بسببهم وإنما بسبب المراجع المرجئة البترية لكن إذا ما ترسخت هذه العقائد في عقول وقلوب عوام الشيعة فإنهم سيصبحون شيئا فشيئا مرجئة وبعد ذلك سيبايعون السفياني وسيقاتلون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من كانت فيه بعض هذه العلائم فليبحث عن العلاج لأن العلائم هذه ستتفاقم شيئا فشيئا وتقود الإنسان إلى الهلاك أتحدث عن هلاك الدين أتحدث عن هلاك العقيدة ابحثوا بأنفسكم عن الحقائق وعن العقائد لا تصدق كلامي أنا لست شخصا مهما ولا أقول من أن كل كلامي دقيق أبدا ما عرضته في هذه الحلقات على سبيل المثال في الحلقات التي تحدثت فيها عن إسحاق الفياض ما عرضته في هذه الحلقات صحيح أنني بذلت جهدي في أن يكون الكلام دقيقا أن يكون الكلام صحيحا لكن هناك حكم بشري هناك هفوات بشرية الهفوات البشرية موجودة على طول الخط في هذه الحلقات وفي غيرها هناك الغفلة هناك النسيان هناك الاشتباه هناك التقديم التأخير هناك غفلة وهفوة واشتباه بشري لا بد منه لا أستطيع أن أتخلص منه ولا تستطيعون أنتم إذا استطعنا أن نتخلص من ذلك فما نحن ببشر عاديين فكل أحاديث في الماضي وفي الحاضر وفي هذه الحلقة وفي ما يأتي إلى أن أموت كل شيء أقوله أكتبه أتحدث به أبينه محكوم بالهفوة البشرية أنا أحاول أنا أحاول أن أكون دقيقا أحاول أن أكون صادقا صادقا من الجهة العلمية أو من الجهة الدينية أو من الجهة الأخلاقية بقدر ما أستطيع بحدود ما أتمكن لكن الغفلة والنسيان والضعف هذا شأن بشري يحكمني ويحكمكم أنا أعطيكم ضمانا أنني أراعي الدقة والأمانة العلمية والأمانة الدينية فيما أنقله لكم بحدود الممكن وتبقى مساحة للهفوات والأخطاء البشرية الاعتيادية التي هي موجودة عند الجميع ولذا لا أقول لكم صدقوا كلامي ولا أقول لكم اتبعوني أقول لكم تأكدوا من دقة كلامي وتأكدوا من صحته وبعد ذلك حاولوا أن تدركوا الحقيقة بأنفسكم كي تتمكنوا من النجاة نجاتكم بأيديكم وليست بيد شخص آخر لا بيدي ولا بيدي غيري فأنا أبحث عن نجاتي بنفسي ولا أستطيع أن أوفر لكم نجاتا حتى لأقرب الناس لا أستطيع أن أوفر له نجاتا لا أستطيع أن أوفر نجاتا لعائلتي أنا لا أستطيع أن أوفر نجاتا لنفسي إلا بتوفيق ورعاية من إمام زماني فكيف أكون قادرا على توفير النجاة لغيري أكان قريبا مني أم كان بعيدا عني هذا هو واقعي وواقعكم وواقعنا جميعا هذا هو الواقع الشيعي البشري من كان مصابا ببعض هذه الأعراض أو بكلها وهو يريد القرب من إمام زمانه عليه أن يبادر لعلاج هذه الأعراض التي ستتفاقم وستجعل منه مرجئيا بتريا مقصرا